تمر العلاقات المغربية السويدية هذه الأيام بمرحلة غير مسبوقة من التوتر على خلفية المواقف الأخيرة التي عبرت عنها الحكومة اليسارية في السويد من نزاع الصحراء والتي وصلت حد الإعلان عن إمكانية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية المعلنة من جانب واحد بجنوب غرب الجزائر وهو ما قد يشكل سابقا بدول الاتحاد الأوروبي لا يمكن للسويد أن تقبل مسيرة تسوية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والتي ينتظر أن تفضي إما إلى سطبيق الحكم الداتي أو إلى أي اختيار آخر عبر المفاوضات وفي نفس الوقت تعترف بدولة لم توجد أصلا مواقف سبقة السويد بحضر التعامل مع الشركات المغربية العاملة انطلاقا من المناطق الصحراوية محل النزاع وهو ما ردت عليه الحكومة المغربية بقوة حيث قامت وفي إطار سياسة الرد بالمثل بتجميد مشروع إحدى كبريات الشركات السويدية التي كانت تستعد لفتح فرعها بالدار البيضاء وهو الاستثمار السويدية الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا سنتجه إلى مقاطعة شركة سويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل باعتبارهم قاطع الشركات المغربية وشن الحملات والحملات في ذلك خطوات مغربية دفعت السويد إلى التفكير في إعادة النظر بمواقفها وهو ما عبرت عنه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم التي ذكرت أن حكومة بلادها تقوم بمراجعة موقفها بخصوص نزاع الصحراء وتتحاشى الاستعجال في اتخاذ القرار لأن الأمر هنا يختلف تماما عن اعتراف السويد بدولة فلسطين وبالنظر إلى المصارح الاقتصادية بين المملكتين والعلاقات التاريخية الوطيقة بين الأسرتين الحاكمتين والتي تصل إلى قرنين ونصف القرن من الزمن فإن الكثير من المراقبين يؤكدون أن الأزمة الحالية ما هي إلا سحابة صيف عابرة المصطفى العسري قناة الإخبارية من أمام مقر الصفارة السويدية بالريبار